إشادات دولية يتلقها الاقتصاد المصري في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات عالمية كبرى من أزمات لتعكس مدى تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترة القادمة وثقة المؤسسات العالمية في أداء الاقتصاد وكالة موديز العالمية أعلنت أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة ثلاثة أعوام مقبلة وذلك بفضل سياسات الحكومة التي عكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري تصنيف مصر الاقتماني عند بي تو مع نظرة مستقبلية مستقرة اعتبرته وكالة موديز إشارة لمرونة ملف الاقتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها انخفاض مستويات الدين الحكومي الخارجي بالعملة الأجنبية وتراجع معدلات تضخم المتزامن معها سياسات نقدية فاعلة ساهمت في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي لخفض سعر الفائدة ومن ثم المساعدة في خفض تكليف الاقتراض الحكومي المحلي بشكل تدريجي بحسب ما أعلنته وكالة موديز الإشادات التي تلقاها الاقتصاد المصري من وكالة موديز العالمية سبقه تقريرا حول آراء المؤسسات الدولية في الوضع الاقتصادي لمصر أثناء جاءة فيروس كورونا والذي أشاد بأداء الجنيه المصري أمام الدولار بعدما حقق ارتفاعا بنسبة 2% منذ يوليو الماضي مع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير لتشجيع تدفق رأس المال مجلة الإيكونوميست البريطانية توقعت أيضا تحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 لتتوقع تحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5% ليصل أمام الدولار إلى 16 جنيه و6 قروش خلال عام 2020 على أن يصل إلى مستوى 15 جنيه و97 قرشا خلال عام 2022